اشتركوا في القناة المائة الف مشترك فبمساعدتك انت او انت نستطيع الوصول الى هذا الرقم فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الزرس واعطيني لايك وقبل ان ابدأ استغفر الله ثلاثة مرات ونبدأ اشرح على بركة الله اذا اول خطوة سنقوم بتوجه الى الكمبيوتر اذا في قائمة الكمبيوتر سنقوم بالذهاب الى جوجل في محرك البحث جوجل سنقوم بكتابة دونالد سنقوم بالذهاب الى الموقع رموت ديسكتوب سوفتور فور ويندوز إذا سوف نقوم بالدخول إلى الموقع ونقوم هنا بالضغط على وبالتالي سوف يقوم التطبيق إذا سوف نقوم بالضغط على وبالتالي كما ترون الآن يتم تحميل التطبيق إذا سوف ننتظر رأيتم يتم تحميل البرنامج هذا هو البرنامج الذي سيساعدنا في هذه المهمة سوف نقوم بالدخول إليه على هذا الشكل ونقوم بعملية تثبيته فعملية تثبيته بسطة جدا كما ترون هنا قمنا الآن بالدخول إلى التطبيق هذا هو التطبيق وأصبح الآن جاهزا للاستخدام إذا كما ترون هنا سوف نقوم بالدخول إلى الزيادة معدل الإضاءة إذا كما ترون يا أصدقائي سوف نقوم بالدخول إلى الهاتف على هذا الشكل إذا سنقوم بالدخول إلى الهاتف ونقوم بالدخول إلى متجر جوجل بلاي ونقوم هنا يا أصدقائي بكتابة يعني سنقوم بكتابة إني ديسك إذا كما ترون إني ديسك ونقوم بتحميله في هاتفنا إذا تثبيت إذا تثبيت وننتظر رأيتم يتم تثبيت تطبيق إني ديسك وبالتالي الآن أصبح التطبيق يعني في الكوبيتر وأصبح في هاتفنا إذا ضروري أن يتواجد البرنامج في حسوبك وفي هاتفك إذا سوف ننتظر رأيتم يتم تحميل البرنامج إذا كما ترون يا أصدقائي تم تثبيت التطبيق إذا هنا سنقوم بالضغط على فتح بالتالي سنقوم بالضغط على أوكي نقوم بالضغط على أوكي جيد وبالتالي هنا معفوا إذا وبالتالي هنا سوف نقوم بالضغط على روموت أدرس ونقوم يا أصدقائي بكتابة نفس الرقم الموجود في الكمبيوتر كما ترون هذا الرقم الموجود في الكمبيوتر سنقوم بكتابته هنا اذا سبعة اثنان خمسة كما ترى واثنان خمسة صفر وتسعة كما ترى تسعة اربعة خمسة وبالتالي هنا سوف نقوم بالضغط على هذا الرمز جيد اذا هنا كما ترى وصلنا الاشعار في جهاز الكمبيوتر بعد ذلك سنقوم بالضغط على accept وبالتالي هنا كما ترى سنقوم بالضغط على اذا سوف ننتظر بعد ذلك هنا سنقوم بالضغط على allow access في جهاز الكمبيوتر وبالتالي كما ترى يعني اصبح التطبيق جاهزا للاستخدام وكما ترون هنا يا اصدقائي دعونا نقوم بقلب اذا سنقوم هنا هنا وبالتالي لاحظوا معي جيدا دعونا الان بقلب الكمبيوتر ستلاحظونا اننا نستطيع التحكم في الكمبيوتر او نقوم بالتحكم طبعا بالكمبيوتر عن طريق اذا كما ترون جيد اذا كما ترون نقوم نستطيع الان التحكم في الكمبيوتر عن طريق كما ترون جيد جيد والان اصبحنا نتحكم في جهاز الكمبيوتر عن طريق الهاتف اذا كما ترون لاحظوا معي جيدا اذا كما ترون هنا اصبحنا الان نستطيع التحكم في الكمبيوتر عن طريق الهاتف اذا كنت تدي الطريقة للتحكم في الكمبيوتر عن طريق الهاتف شكرا لكم على حسن تتبعكم اي تساؤل استفسار اكتبوا لي اسفل هذا الفيديو نلتقي في حلقتنا القادمة اهتمتم في امان الله ورعايتي